السلام عليكم سنتحدث في هذا الفيديو عن ابن الهيثم عبقري زمانه نشأته في البصرة كان مولد أبي علي الحسن ابن الهيثم سنة 354 هجرية وبها نشأ وتعلم ولا يعرف شيء عن نشأته الأولى سوى أنه عاش في فترة مزدهرة ظهر فيها أساطير العلم في الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات والفلك فجذبته هذه العلوم فأقبل عليها بهمة لا تعرف الكلا وعزيمة لا يتطرق إليها وهن فقرأ ما وقع تحت يديه من كتب المتقدمين والمتأخرين ولم يكتفي بالاطلاع عليها والقراءة فيها وإنما عمل بتخليصها ووضع مذكرات ورسائل في موضوعات تلك العلوم وظل مشتغلا بهذه العلوم وبالتصنيف فيها فترة طويلة حتى ذاعت شهرته وسمع بها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله فتاقت نفسه إلى الاستعانة به وزاد من رغبته ما نمي إليه ما يقوله ابن الهيثم لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص وكان ابن الهيثم في هذه الفترة قد تجاوز الستين من عمره اشتهر في العالم الإسلامي باعتباره عالما في الهندسة له فيها آراء واجتهادات طلب الحاكم إلى ابن الهيثم الحضور إلى مصر والاستقرار فيها فلما وصل أكرمه وطلب منه تنفيذ ما قاله بخصوص النيل فذهب الحسن إلى أسوان ومعه جماعة من الصناع المحترفين في أعمال البناء ليستعين بهم على تنفيذ فكراته التي خطرت له غير أنه لما عاين الموقع الذي اختاره لتنفيذ مشروعه وجده لا يصلح مع ما فكر فيه وأن عمله يكاد يكون مستحيلا فبناء جسم على النيل في ذلك الوقت تفوق إمكانات عصره وفوق طاقة رجاله فعاد الحسن بن الهيثم خجلا إلى القاهرة واعتذر للخليفة الحاكم فتظاهر بقبول عذره وولاه بعض الدووين فتولاها بن الهيثم رهبة لا رغبة ولو أنصف الحاكم لجعله في زمرة من جمعهم من العلماء في دار الحكمة ولصرفه عن الوظيفة فما كان لمثله أن يصلح لهذا العمل وهو الذي أعتاد على حياة البحث والدراسة وفي الوقت نفسه لم يكن قادرا على التخلي عن عمله والانسحاب منه خوفا من غدر الحاكم بأمر الله فلم يجد وسيلة للتخلص مما فيه إلا الدعاء الجنون وإظهار البله فلما بلغ الحاكم ذلك عزله عن منصبه وصادر أمواله وأمر بحبسه في منزله وجعل عليه من يخدمه وظل العالم النابه على هذه الحالة التعيسة حتى توفي الحاكم بأمر الله فعاد إلى الظهور والاشتغال بالعلم واستوطن دارا بالقرب من الجامع الأزهري وأقام بالقاهرة مشتغلا بالعلم والتصنيف ونسخ الكتب القديمة حتى توفي سنة 430 هجرية اكتشافاته كان ابن الهيثم غزير التأليف متدفق الانتاج في جميع أنواع المعرفة فطرق الفلسفة والمنطقة والطب والفلك والبصريات والرياضيات مستحدثا أماطا جديدة من الفكر العلمي الأصيلي وقد بلغ عدد مؤلفاته مئتي كتاب بالإضافة للرسائل الفكرية والمقالات الأخرى ويتعجب المرء كيف أتسعت الحياة لرجل ليؤلف فيها كل هذه الكتب المتنوعة في فروع مختلفة من العلم مع ما فيها من الدقة وغزارة العلم والتجديد والابتكار لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء وقد ألف ابن الهيثم في البصريات ما يقرب من 24 موضوعا ما بين كتاب ورسالة ومقالة غير أن أكثر هذه الكتب قد فقدت فيما فقد من تراثنا العلمي وما بقي منها فقد ضمته مكتبات إسطانبول ولندن وغيرهما وقد سلم من الضياع كتابه العظيم المناظر الذي أحتوى على نظريات مبتكرة في علم الضوء والحسن بن الهيثم هو أول من بين خطأ نظرية إقليدس وغيره في أن شعاع الضوء ينبعث من العين ويقع على المبصر وقرر عكس هذه النظرية في أن شعاع الضوء يخرج من الشيء المبصر ويقع على العين واستدل بالتجربة والمشاهدة على أن امتداد شعاع الضوء يكون على خط مستقيم وبحث في انكسار الأشعة الضوئية عند نفاذها في الهواء المحيط بالكرة الأرضية وبين أن كثافة الهواء في الطبقات السفلة أكبر منها في الطبقات العليا وأن الهواء لا يمتد من غير نهاية وإنما ينتهي عند ارتفاع معين فإذا مر شعاع من الضوء خلال هذه الطبقات الهوائية المختلفة الكثافة فإنه ينكسر روايدا روايدا وينحني تدريجيا نحو سطح الأرض ويترتب على ذلك أن النجم أو الكوكب الذي تراه العين يظهر في موضع أقرب من موضعه الحقيقي وأشار إلى الخطأ الذي ينشأ عن ذلك في الرصد وإلى وجوب تصحيحه وشرح الحسن بن الهيثم كيفية حدوث الرؤية وظهر في ذلك تركيب العين وما يؤديه كل جزء من أجزائها من الأعمال وقد عزى حدوث الرؤية إلى تكون صور المرئيات على ما نسميه الآن شبكية العين وانتقال التأثير الحاصل بوساطة العصب البصري وعلل رؤية الشيء واحدا على الرغم من النظر إليه بعينين اثنتين بوقوع الصورتين على جزئين متماثلين من الشبكية وعالج موضوع العدسات وقوة تكبيرها ويعد ما كتبه في هذا الموضوع ممهدا لاستخدام العدسات لإصلاح عيوب العين وكان لهذه الجهود أثرها في تقدم ورقي علم الضوء ونيل تقدير العلماء فوصفه جورج ساتون وهو من كبار مؤرخي العلم بقوله هو أعظم عالم فيزيائي مسلم وأحد كبار العلماء الذين بحثوا في البصريات في جميع العصور وقد ترجمت بحوثه في البصريات إلى اللاتينية والإيطالية فأفادت كابلر واعتمد عليها في بحوثه كانت له مساهماته في الهندسة وله فيها ثمانية وخمسون مؤلفا تضم آراءه وبرهينه المبتكرة لمسائل توترت عن إقليدس وأرشميدس بدون برهان أو في حاجة إلى شرح وإثبات ويوجد في مكتبات العالم في القاهرة ولندن وباريسا وإستانبول أكثر من واحد وعشرين مخطوطا لابن الهيثم في هذا التخصص وفي الحساب والجبر والمقابلة ألف ما لا يقل عن عشرة كتب وفي الفلك أبدع ابن الهيثم وأسهم فيه بفاعلية حتى أطلق عليه بطل موسى الثاني ولم يصلنا من تراث ابن الهيثم في الفلكيات إلا نحو سبع عشرة مقالة من أربعة وعشرين تأليفا أحدث فيها عن أبعاد الأجرام السماوية وأحجامها وكيفية رؤيتها وغير ذلك وله في الطب كتابان أحدهما في تقويم الصناعة الطبية ضمنه خلاصة ثلاثين كتابا قرأها لجلنوس والآخر مقالة في الرد على أبي الفرج عبد الله بن الطيب لإبطال رأيه الذي يخالف فيه رأي جلنوس وله رسالة في تشريح العين وكيفية الإبصار والسلام عليكم